تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا لما توصلنا أسئلتكم بنهتم فيها وبنجمعها عشان نجاوب عليها في وقت زي اللي احنا مخصصين دلوقتي عشان نجاوب عليها أول سؤال وصلنا في يور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ الواحد بيسامح بس مش بينسى هل ده تسامح ولا لا برسيسي دي التسامح خلق التسامح خلق تاني التسامح خلق فإذا أنت سمحت فلان بمعنى أن أنت أبرأته من مظلمتك اللي عندك بينك وبين الله لكن أنت السورة مش قادر تنساها فده تسامح إذا أنت عملت إذا عملت الشخص اللي ظلمك وإنت سمحته بما يرضي الله فأنت سمحته يبقى حكتين إذا أنت أبرأته من أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه عن مظلمته التي ظلمك إياها أنت سمحته وإذا عملته معاملة حسنة فأنت قد سمحته إذا المسمحة حكتين أن أنت أبرأته مما كان لك من مظلمة لأن الله سبحانه وتعالى يأتي للعباد ويأتي لكل ظالم من بلواء ولا يذهب الناس للجلنة والنار حتى يقضي الله في مظالم العباد فأنت لو إنك أنت عفوت عن أخيك وسمحته في مظلمته فأنت خلاص سمحته طيب حياة تانية إنك تعامله بما يرضي الله يعني إيه تعامله بما يرضي الله محدش قال لك ترجع لمحبته وقلبك يبقى ممتلق بمحبته زي ما كانت لا ده مش مطلوب قلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن لكن إيه اللي حاصل لو كنت مثلا في لجنة لاستقبال الناس أو لتقييم الناس أو أنت طلب منك أن أنت تساعده لا تجد في صدر غضاضة أن أنت تعمل الكلام ده تعمله ده كده سمحته لكن لو لقيت نفسك لا ما بتعملش ده ومش قادة تعمل ده بأنت مش من أهل المسامحة لكن ليس معنى المسامحة لا أن أنت تنسى سورة الحاجة اللي عندك لكن أنت لو عملت كده أبشرك أن أنت لو عملت اللي أنا أقولته لك دلوقتي أن أنت أبرأته من مظلمتك من مظلمتك أمام الله وأن أنت بتتخلق معه بخلق حسن الله سبحانه وتعالى سيكرمك وهتزهب المظلمة دي من عينك وتنساه لكن ليس معنى أن أنت سورة المظلمة سورة الموقف اللي عمله لسه موجودة في قلبك وطبعا مش هتبقى في قلبك هتبقى نفسك الأمارة بالسوق هي اللي ماسكة السورة دي وتقول لوقت بتعملها لك عشان تخليك تسيب الخلق الخلق الحسن وما أبرأه نفسي إن النفس الأمارة بالسوق لو كانت نفسك اللي لسه بتجيب لك السورة دي السورة اللي بتطلع عليك النفس دي طول الوقت ده يبقى أنت إيه اللي حاصل يبقى أنت إيه اللي حاصل ولو متذكر هذه السورة بس أبرأته أمام الله وبتتخلق معه بخلق حسن انت سمحت يبقى اول حاجة لو ما نسيتش الصورة لكن انت عملت الحاجتين اللي قلتلك عليهم دولة انت سمحت الحاجة التانية لو ان حبه ما رجعش في قلبك زي ما كان زمان يعني لو ان الشخص اللي انت سمحته ده ما بقتش تحبه زي زمان برضو انت سمحته يبقى حاجتين اهو يبقى اول حاجة لو ما نسيتش وبعض الناس يقوله انت ما نسيتش يبقى انت ما سمحتش لا يا سيدي بس هو أنت ما نستش بس ده مأثر على أخلاقك معاه لا يبقى خلاص أنت سمحت طب ده مأثر فرجعت تدعى عليه لا يبقى أنت ما سمحتش أو رجعت تاني تقوله وتعتبه وتنتقده وتقوله لا يبقى أنت ما سمحتش يبقى حاجتين دولة مش هيخرجوك من إطار السماح وحاجتين يدخلوك في إطار السماح الحاجتين اللي يدخلوك في إطار السماح إن أنت تبرئه أمام الله من مظلمتك الحاجة التانية أنت تخلق معه وبيخلق حسن وحاجتين إيه اللي حاصل ما يخرجوكش من إنك سمحت الحاجة الأولانية عدم النسيان الحاجة التانية إن الحب ما يرجعسي زي ما كان الاتنين دولا مش هيخرجوك مش هيخرجوك من كونك إيه سمحت لإن ده بتلغبط ناس كتيرة جدا 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 طيب أم الله نعمل إيه بقى لما سيدنا أبو بكر مع مصطح لما تكلم في حادث الإفك وربنا سبحانه وتعالى خطبه فقال له ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال لا أنا بحب إن ربنا يغفر لنا فرجع لعطي المين لمصطح رجع لعطي المصطح بس مش معنا كده إنه رجع تاني يثق فيه ويحبه زي زمان لا بس هو رجع لأن العطية دي كانت صدقة فرجع الصدقة تاني اللي كان بيدهاله عشان دخلق عشان دخلق خلق حسن فعلي حسن فرجع له المسألة دي لكن حضرت النبي ما رحش قال له إيه إنت ترجع بقى تحبه زي زمان بقى لا ما قالوش كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم خالص والدليل وحشي لما أسلم إيه اللي حاصل قال سأل حضرت النبي هل هذا سيكون سببا في دخول النار قال لا ولكن غبعا وجهي مش يعني مش عايز أشوفك وهو مسلم إن شاء الله يدخل الجنة سواء إيه اللي حاصل يعني حضرت النبي كان بيفتكس سيدنا حمزة لما يشوفه وإزاي هو فعل هذه الفعلة الشنيعة بس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش خالص إنه هو إيمانه مش هيكون صحيح ولا إنه هو مش هيدخل الجنة ولا دعا عليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذن لازم نبقى عارفين ده